السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ووضوح حلقتنا لهذا اليوم هو عن مناقب القدس الشريف وهل هناك حديث لرسول صلى الله عليه وسلم عن بيت المقدس أنتم عزائي المشاهدين تعودتم على أن أقدم لكم أحاديث نبوية وسير نبوية وقصص وعبار عن الصحابة وردو الله عليهم وعن نساء النبي عليه الصلاة والسلام ولكن اليوم نعرج قليلا عن مدينة القدس وذلك حسب طلب أحد المتابعين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام وعلى أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولكن قبل أن نبدأ لا تنسوا الأعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة لكي يصلكم منا كل جديد هل هناك حديث لرسول الكريم عليه الصلاة والسلام عن أهل بيت المقدس وكيف أنهم سيكونون من أهل الجنة إن شاء الله بسبب الظلم الذي سيتعرضون له وهل ممكن إرسال نص هذا الحديث الشريف وجزاكم الله خيرا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد فقد قال عبد الله ابن الإمام أحمد وجدت بخط أبي ثم روى بسنده إلى أبي أمامة قال قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين ولعدوهم قاهرين لا يضرهم من حالفهم إلا ما أصابهم من لأواء حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك قالوا يا رسول الله وأينهم قال ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس وننتقل بكم الآن إلى فضائل بيت المقدس في القرآن والسنة من الثوابت الإسلامية قدسية بيت المقدس واركتها التي شملت ما حولها وهذه القدسية قديمة ضاربة الجذور في تاريخ الأرض والبشرية فالمسجد الأقصى في بيت المقدس وثاني المساجد في الأرض بعد الكعبة وفي صحيح البخاري عن أبي ظرر الغفاري رضي الله عنه تعالى رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أي مسجد ودع في الأرض أولا قال المسجد الحرام قال قلت ثم أي قال المسجد الأقصى قلت كم كان بينهما قال أربعون سنة قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبدي ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير والراجح أن آدم عليه السلام هو من بنى الكعبة والمسجد الأقصى أول مرة ثم تتابع الأنبياء عليهم السلام على إعادة تعمير الأقصى وترميمه فقد عمره ورممه خليل الله عز وجل إبراهيم عليه السلام وواصل من بعده أبناء وصحاق ويعقوب عليهم السلام المهمة كما أن داود بدأ ببنائه وأكمله سليمان عليه السلام فعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم قال لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله ثلاثا حكما يصادف حكمه وملكا لا ينبغي لاحد بعده وإلا يأتي هذا المسجد أحدا لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذلوبه كيوم ولدته أمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة حديث صحيح رواه بن ماجة والنسائي وأحمد ومن هنا فإن بركة مقدسية بيت المقدس مرتبطة منذ بداية خلق البشر بالأنبياء وتوحيد الله عز وجل ودين الإسلام قال تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين وقال تعالى أم كنتم شهداي اضحضر يعقوب الموت إذ قال لبنيهما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إليك وإلى وأبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلى واعدة ونعن له مسلمون وبذلك تكون قدسية بيت المقدس سابقة على رسالة يعقوب وموسى عليهم السلام بما يبطل مزاعم اليهود بحقيتهم ببيت المقدس ويثبت أنها حق المسلمين المحيدين عبر التاريخ أما أما بنو إسرائيل فكانوا في فترة من الزمن أفضل الناس في زمانهم وبالإسلام والتوحيد. لكن لما كفروا بربهم وأشركوا به زالت عنهم الخيرية والأفضلية وضربت عليهم اللعنة والمسكنة وقد لخص شيخ الإسلام أحمد بن تيمية في كتابه مناقب بيت المقدس في كتابه مناقب الشام وأهله فضاء البيت الأقصى بيت المقدس عبر التاريخ فقال فيها المسجد الأقصى وفيها مبعث الأنبياء ومنها معراجه وبها ملكه وعمود دينه وكتابه والطائفة المنصورة من أمته وإليها المحشر والمعاد كما أن مكة المبدأ فمكة أم القرى من تحتها دحية الأرض وإليها يحشر الناس كما في قوله لأول الحشر تنبه عن الحشر الثاني فمكة مبدأ وإلياء معاد في الخلق كذلك بدأ الأمر فإنه وصلي بالرسول من مكة إلى إلياء ومبعثه ومخرجه دينه من مكة وكمال الدينه وظهوره وتمامه حتى يملكه المهدي بالشام فمكة هي الأول والشام هي الآخر في الخلق والأمر في الكلمات الكونية والدينية ومن ذلك أن بها الطائفة المنصورة إلى قيام السعة وهذا تفصيل بعض هذه الفصائل المجملة أولا بيت المقدس هي أرض المحشر والمنشر فعن أبي ظر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشام أرض المحشر والمنشر فضائل الشام وصححه الألباني وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسكن والإقامة في بيت المقدس ثانيا وما حولها فعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم تستنجدون أجنادا جندا بالشام ومصر والعراق واليمن قالوا فخر لنا يا رسول الله قال عليكم بالشام قال فمن لم يطق بالشام فليلحق بيمني فإن الله قد تكمل لي بالشام وعن واتلة ابن الأسقع الليثي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفة ابن اليمان ومعاذ ابن جبل وهما يستشيرانه في المنزل قاوما فأوما إلى الشام ثم سألا فأوما إلى الشام قال عليكم بالشام فإنها صفوة بلاد الله يسكن آخرته من خلقه فمن أبى فليلحق بيمني وليسبق من غدره فإن الله فليسقي وليسقي من غدره فإن فمن أبى فليحق بيمني وليسقي من غدره فإن الله تكفل لي بالشام وأهله ويوضح الباحث محمد عبد الله في رسالات الجامعية بيت المقدس في الكتاب والسنة ولا تستند إليها في هذا المقال الأسباب التي من أجلها ينصح النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بسكن الشام بما يلي أنها خيرة الله من أرضه وصفوته من بلاده بلاد الشام هي خيرة أهل الأرض فيها خيرة الله من عباده يشتبيهم إليها فيها معسكر الإيمان والأمن والطمانينة عند الفتن تكفى الله تعالى بالشام وأبنائها بالحفظ والعناية والرعاية فيها أخيرة الأجناد وقلب الدفاع الدين والأمة وقلب الدفاع عن الدين والأمة الإسلامية وغيرها من الأسباب بيت المقدس أرض الرباط والجهاد فعن سلم بن نفيل الكندي قال كنت جالسا عند الرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا جهادة قد ودعت الحرب أوزارها فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه وقال كذبوا الآن الآن جاء القتال ولا يزال من أمتي أمة يقاتلون على الحق ويزيغ الله لهم قلوب أقوامهم ويرزقهم منهم حتى تقوم الساعة وحتى يأتي وعد الله والخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة وهو يوحي إلي أني مقبوض غير ملبث وأنتم تتبعوني أفنادا وأنتم تتبعوني أفنادا أنتم تتبعوني أفنادا يضرب بعضكم رقاب بعض وعقرضان المؤمنين الشام رواه النسائي وصححه الألباني وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتكونن هجرة بعد هجرة إلى مهاجر أبيكم إبراهيم صلى الله عليه الصلاة والسلام حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها وتلفظهم أرضوهم وتقدرهم روح الرحمن عز وجل وتحشرهم النار مع القرادة والخنازير فقبل تقيل حيث يقيلون وتبيت حيث يبيتون وما سقط منهم فلها رواه أحمد في المسجد في المسند وقال ألباني رجاله ثقات هذا وبالله التوفيق إن شاء الله ستكون حلقتنا القادمة هي إصراء سيدنا محمد من مكة المكرمة إلى بيت المقدس علي أفضل الصلاة وأتم التسليم أرجو أن تكون هذه الحلقة قد عجبتكم عن بيت المقدس ومناقب بيت المقدس والأحاديث التي ذكرت في بيت المقدس بإذن الله تعالى نلقاكم قريبا جدا في كل جديد لدينا كان معكم الإعلام العماد زيد من فلسطين أرجو مرة أخرى أن ينال إعجابكم ولا تنسوا وضع اللايك والاشتراك بالقناة أخوكم عماد زيد تحياتي لكم